مجموعة من الأخبار المنوعة بتأخذنا لدراسة بتحكي أنه الكلاب والطيور عندهم تصرفات مشابهة للبشر تخيلوا أنه الدراسة بتحكي أنه الكلاب قبل ما يناموا بالليل بيقدروا أنهم يفكروا بمشاكلهم وهمومهم ويراجعوا يومهم حتى كيف كان وشو صار فيه تماماً مثل البشر أما بالنسبة للطيور فالدراسات أثبتت أنه مع تقدمهم بالعمر بيقل حتى عدد أصدقائهم كمان مثل البشر بالضبط تخيل زيد بتوافق ألا أنه فيه أشياء مشتركة بيننا وبين الحيوانات بس زيد أنا نفسي ما بفكر بأشياء أبل المأنام يعني أنا لازم لا أضمير نوم على طول طب و بالنسبة لموضوع الأصدقاء يعني إذا أرجع لموضوع عيد ميلادك كان عدد المعزيم كثير يعني أصدقائك كان كتار مثلا الحمد لله هم كتار بس يمكن أقل من السنوات الماضية أنا أقول حياة غربال كل سنة يمكن يقلوا الأصدقاء بضل الصفوة مضبوط يعني زمان كان واحد هكذا إذا أريدوا يعزم على عيد ميلاده أو عنده مناسبة تجدوا يعزم كل الدنيا بس هلا بتلاقي لا بدي أقلل بدي هكتو هف كواليتي تايم كواليتي أوف كواليتي وبس بدي الأشخاص اللي أنا بحبهم يكونوا جمبي بالمناسبات ننتقل لي الخبر الثاني وهو عن سيدة إيطالية اكتشفت أنه تم تبديلها بالمستشفى وقت ولادتها بعد مرور 33 سنة وحصلت على تعويض قدره نص مليون يورو عام 1989 نفس العام اللي أنا نولدت فيه انولدت أنتونيلا وبنفس الوقت انولدت بنت اسمها لورينا الأمهات عفوا نتنتين ولدوا عن طريقة عملية قيصرية وبنفس الوقت بالساعة والدقيقة وبالغلط تم تبديل المولودتين ببعض أنتونيلا عاشت مع جدها وجدتها بعد ما أبوها وأمها اتخلوا عنها وبعد وفاتهم انعرضت للتبني وكانت حياتها صعبة وهي بالواقع بنت عيلة غنية قادرة على توفير كل شيء بتحتاجه كيف انكشفت القصة؟ الأم اللي تبنت أنتونيلا كانت دائما تنشر صورها معها على فيسبوك وبالصدفة الأم الحقيقية لأنتونيلا شافت الشبه الكبير بينها وبين البنتي اللي بالصورة فتواصلت مع الأم وعملت رحص DNA وطلعت بنتها بالفعل أما الإبنة الثانية فالأم حكت أنه علاقتها معها ما كانت جيدة وإنها تزوجت وتركتهم يعني ما بعمل زيت بي بداية الخبر حسيت أنه نصف مليون حلوين بعدين مع مرور الخبر حسيت أنه ولا ملايين الدنيا بتعود البنت عن الترامة وعن فقدانها لأهلها بهذه الطريقة يعني قصة هولوودية بامتياز لكن خيل الصدفة أنها شافت صورة زيت وعرفت أن الشبه لا يعني تعرفي أنه عنجد في كتير أفلام بهولوود شفتهم بيحكوا هذه القصة أنه أم معينة بتكون انفصلت عن طفلها بتكون شافته بالصدفة أو شافت طفلتها بالصدفة وبتحس لشعوريا أنه آه هاي البنت بنتي أو هذا الشب هو ابني شفناها كتير بأفلام بس أول مرة بس معها إنها صارت في الواقع إحساس الأم أكيد زيت لا يعلى عليه مننتقل الخبر البعده سيدي صينية قررت أنها تترك ثروتها البالغة 2.800.000 دولار لمين؟ لحيواناتها الأليفة وقالت أنه هذا القرار أخذته حتى تعاقب أبنائها لأنهم ما بيزوروها أبداً قالت قبل وفاتها إنه بيسسها وكلابها كانوا دايماً معها وما تركوها بوقت مرضها بالوقت اللي أهملوها أولادها فيه خاصة لما كبرت بالسن ولأنه في قانون بالصين بيمنع الوصايا المباشرة للحيوانات فتم تعيين عيادة بيطرية محلية لإدارة الميراث ورعاية الحيوانات الأليفة يعني إذا نرجع بالأخبار الكلاب تابعونها وحيواناتها الأليفة لازم بالليل يفكروا كيف تصرفوا المصاري إذا صرفوها بشكل جيد ولا لا بس كيف يعني بدي أفهم شغلي انسوا المصاري كيف بيقدر بني آدم ما يزور أهله أنا بس أروح لبيت وما ألاقي والدتي زيت قسم أبلها لو فايت على المطبخ بنهار عبما أوصن لها كيف بيقدروا أطفال يتركوا والدتهم بأي وامور حتى لو كبار هي إحنا كبار بس بتضل بحاجتها لا يعني الله يخلي كل أهلنا وكل أهالي اللي عم بيحضرونا ننتقل إلى خبر آخر وتقرير جديد بيحكي أن نيويورك هي المدينة يلي فيها أكثر عدد من الأثرياء تحديداً يلي بتبلغ ثروتهم مليار وأكثر في العالم ملناش مصلحة بوحنا موضوع ما بخصنا سنة 2024 بلغ عدد المليارديرات في العالم 2781 ملياردير بثروة إجمالية تتجاوزت 3 تريليون دولار والمدينة يلي بتواجد فيها أكبر عدد منهم هي نيويورك بوجود 110 ملياردير وثروتهم الإجمالية هي 694 مليار أما بالمرتبة الثانية هي هونغ كونغ وموسكو وبعدهم ممبيه وبكين ولندن الهوس بالأفلام والأبطال الخارقين ممكن يكون لدرجة معينة بس ما بتوصل إنه نشتري سيارة بطل خارق بـ 3 مليون دولار على العموم اللي بيحب باتمان وتابع سلسلة أفلام دارك نايت وحب السيارة الخاصة بباتمان فأعلنت إحدى الشركات عن تصنيع 10 نسخ منها ورح تكون متاحة في الأسواق وسعر السيارة الوحدة 3 مليون دولار التبرير للسعر هو إنه تم تصميمها بدقة عالية جدا باستخدام الألياف الكربونية ومحرق قوي وبقوة 525 حصان وأنظمة الدخان كمان حتى تكون مطابقة للي شفناها بالفيلم بالضبط